هذا وتوصل مدينة شرم الشيخ استعداداتها لاستضافة مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإيطارية لتغير المناخ كوب 27 في نوفمبر القادم والمزيد من المتابعة ينضم إلينا من شرم الشيخ مرسل التلفزيون المصري أحمد الحسيني أحمد ضاني في الصورة ما هي الاستعدادات التي تجري على قدم وساق لاستضافة كوب 27 في مدينة السلام نعم هيبة تحية لك بالفعل العمل هنا في مدينة شرم الشيخ يتم على قدم وساق ليلة نهار تحدثت مع عدد من العاملين الذين يعملون على هذه الاستعدادات يشعرون بفخر شديد لإنجاز هذا العمل وخروج مدينة شرم الشيخ في أبهى صورة لها في قمة المناخ كوب 27 التي بدأ العدد التنازلي لها بالفعل فهناك أقل من 25 يوما على هذا الحدث العالمي المهم الذي تشهده هنا مدينة شرم الشيخ أنا الآن أقف في الحي القديم في مدينة شرم الشيخ يوجد كشك أو أكشاك توعوية لخطورة استخدام الأكياس البلاستيك من المعروف أن محافظ جنوب سيناء أصدر قرارا بمنع استخدام الأكياس البلاستيك في مدينة شرم الشيخ وبالتالي تقوم هذه الأكشاك التوعوية بمشاركة وزارة البيئة بعمل حملة توعوية لخطورة استخدام هذه الكياس البلاستيك واستبدالها بأكياس القماش التي تعتبر هي أكثر أقل خطورة على البيئة وأكثر صحة من المعلوم أيضا أن هذه الحملة التوعوية تقوم بالانتشار على مجموعة من المحال التجارية والبزارات وأيضا تقوم بالحملات على المدارس لتوعية أيضا الطلاب والأطفال صغار السن بخطورة الأكياس البلاستيك ومنع استخدامها تماما هناك تجاوب كبير من المواطنين هنا في مدينة شرم الشيخ لدينا يأتون للتعرف على هذه الحملة التوعوية هذه الأكشاك تتواجد في عدة مناطق في مدينة شرم الشيخ منها منطقة الحياة القديمة التي أقف فيها الآن وأيضا منطقة الهضبة بالإضافة إلى حي النور وعدد من المناطق الأخرى إلى جانب هذه الأكشاك التوعوية أقف أيضا هنا في الحي القديم وفي هذا المكان بجوار مسجد الصحابة تم إقامة مشروع جديد وهو مشروع مصر القديمة وهذا المشروع تم فيه إنشاء مباني وعمل مباني تحمل أسماء أحياء مصر القديمة هذا المشروع يسمى مصر القديمة وهدفه تعريف السائحين وزوار مدينة شرم الشيخ على الحضارة الإسلامية في القاهرة من بين الأحياء والمباني الموجودة هنا وتحمل أسماء أحياء قديمة في القاهرة هناك حي النصر حي الغرية والشارع المعز وأيضا هنا يوجد مبنى أيضا وموازل مبنى النصر القلوون أو يجبه في معماره الإسلامي كل هذه الأشياء تجذب السائحين بمعنى أن قمة المناخ 27 هي فقط على هامش هذه القمة هناك أيضا فعاليات طرفهية وحضرية وقطة ثقافية وتاريخية لتتحدث عن مصر بأكمالها ليس فقط مدينة شرم الشيخ نعم إذن هي أبعاد مختلفة لهذه القمة ليست فقط على المستوى البيئي لكن أيضا على كافة المستويات ومنها التنشيط السيحي في مصر والمستوى الاقتصادي بشكل خاص أشكرا جزيلا شكرا بوراسل التلفزيون المصري أحمد الحسيني